ننتقل إلى مسألة أخرى وهي يهود بني قريز يهود بني قريز نحن ذكرنا قبل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أجل يهود بني قينقاع ثم أجل يهود بني النظير الذين ألبوا القبائل العربية والأعراب وقريشا على حرب النبي عليه الصلاة والسلام رأينا ذلك يهود بني قريز كانوا في ظهر المدينة قلنا الجنوب يملون إلى الشرق قليلا كانت حصونهم منيعة وكان هناك اتفاق مكتوب ما بين النبي عليه الصلاة والسلام ومن بين يهود بني قريز مفترض أن هذا الاتفاق فيه اتفاقي الدفاع مشترك لا يخرجون للقتال خارج المدينة لكنهم إذا جاء عدو إلى المدينة يكونون يدا واحدة على هذا العدو ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطالبهم أن يشاركوا معه في قتال القبائل التي جاءت في الأحزاب وإنما فقط ألا يأتي أحد من وراء ظهر المسلمين من حصون اليهود وكتب هذا الاتفاق ما بين النبي عليه الصلاة والسلام ومع يهود بني قريز لكن اليهود كما نعلم جميعا أهل غذر وخيانة وخسة كما ذكرنا قبل ذلك وهذا في القرآن كثيرا جدا اليهود ذهب حيي بن أخطب إلى كعب بن أسد اللي هو زعيم بني قريزة وأخذ يراوغه ويحاول معه وعلى اعتبار أن ينقض العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام فإن كعبا أبى وقال ما رأيت من محمد إلا الوفاء عليه الصلاة والسلام فظل حويه قال الأمر يختلف إن القبائل العربية جاءت بكاملها أعراب ومعهم وعلى رأسهم قريش وعلى رأس الجميع أبو سفيان هذه المرة للقضاء على المسلمين قضاءا نهائيا فالأمر يختلف فما زال به حتى نقض العهد نقض العهد ومزق الصحيفة جاءت بعض الأخبار جاءت بعض الأخبار إلى المسلمين وإلى النبي عليه الصلاة والسلام أن بني قريزة قد نقض العهد وإبه هذا معناه أن الكافرين من الممكن أن يأتوا من الخلف أو اليهود يشاركون في الحرب النبي عليه الصلاة والسلام أرسل كما في البخاري أرسل الزبيرة بن العوام رضي الله عنه يستطلع الخبر ثم أرسل من بعده سعدة بن معاذ وأرسل سعدة بن عباد سعدة بن معاذ زعيم الأوس سعدة بن عباد زعيم الخزرج أرسل الرجلين لينظر إلى الخبر هل هذا الأمر صواباً أم لا؟ وهكذا ينبغي أن نفع إذا سمعنا شائعة أو كلاماً يقال هنا أو هناك ينبغي أن نتوقف وأن نتحر وأن نرد الأمر إلى أهله كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أزاع به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه أولي الأمر يعني العلماء إلى العلماء فليس كل ما يقال يصدق إنما نبدأ أن نتحرى وحتى بعد أن نسمع نرد الأمر إلى الذين يستنبطون وإلى الذين يربطون ما بين المقدمات وما بين النتائج وعندهم عقول زكية وعندهم علم شرعي يستطعون الربط ما بين الكلام وما بين الشرع وما بين الواقع فيفرزون الصواب من الخطأ والكذب من الصواب من الصدق فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل سعد بن معاذ سعد بن عبادة إلى يهود بني قريزة وقال لهما إذا وجدتم وجدتم أنهم قد غدروا فالحنى لي لحنا يعني اسكر لي كلاما لا يعرفه إلا أنا وأنتم حتى لا تتأثر يعني عزائم الناس الصحابة فبالفعل لما ذهب إلى بني قريزة وجدوا بالفعل أن بني قريزة قد نقضوا العهد ومزقوا العهد الذي كان بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ سعد بن معاذ يسبهم سبابا شديدا وكانوا موليه قبل الإسلام فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلحنى له لحنا قال له كلاما فلما قال له هذا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر وبشر المسلمين بالانتصال فإبا يهود بني قريزة غدروا وخانوا العهد وإذا الأمر الآن على أشده القبائل قريش والقبائل العربية في أعداد الأعداد نحن بعد ذلك أهل السير كتبوا عنها لكن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يعلمون إلا أن القبائل جاءت جميعها للقضاء عليهم يعلمون لكن لا كانوا يعلمون الأعداد لكن يعلمون أن الجميع جاء من أجل حربهم ومن أجل قتالهم ثم الغدر الذي جاء من يهود بني قريزة من خلفهم وقد جاء في القرآن يعني القرآن صور ذلك تصويرا يعني أنظر إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك بتلي المؤمنون زلزلوا زلزالا شديدا إذ جاءوكم من فوقكم هم الأحزاب ومن أسفل منكم يهود بني قريزة وإزاغت الأبصار يعني الأبصار العيون رايحة جاية كده رايحة جاية مما يحدث وبلغت القلوب الحناجر يعني من شدة الابتلاء كادت القلوب أن تخرج من الحناجر من الفم شوف بقى شوف سبحان الله يعجاز والتشبيه يعني القلوب كانت تخرج من شدة هذا الابتلاء من الحناجر وتظنون بالله الظنون دا المنافقين والذين في قلوبهم مرض هناك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا الله سبحانه وتعالى وصف ما حدث بأنه ابتلاء شديد وزلزال شديد